إذن عن أي شيء سأحدثكم في هذه الحلقة لا زلنا في أجواء سقيفة بني ساعدة ويبدو أن الحلقة هذه والتي بعدها أيضا هناك كلام كثير أريد أن أضعه بين أيديكم كي تكتمل الصورة عن مدى سعة التحريف والتزييف في دين سقيفة بني ساعدة إنه دين التحريف والتزييف بتمام معنى الكلمة الأدلة والحقائق بين أيديكم لا أطالبكم أن تتبعوني أخاطب الذين يتابعون برامجي من الشيعة ومن السنة لا أطالبكم أن تتبعوني لا في الماضي طلبت ذلك منكم ولا الآن ولا في المستقبل لا أطالبكم أن تتبعوني أو أن تجعلوا مني عجلا كعجولكم البشرية أو تصنعوا مني صنما أنا لا أطالبكم بذلك ولا أطالبكم أيضا أن تصدقوني فأنا لا أبالي أصدقتم كلامي أم كذبتموه لا أبالي لا بتصديقكم لي ولا بتكذيبكم لي أنا أقوم بوظيفة بوظيفة الشرعية نظري إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه لن أنظر إلى أي أحد سواء لكنني أنصحكم وأقول أنصفوا أنفسكم إنني أحدثكم بحديث القرآن ولا أعرض بين أيديكم إلا الآيات المحكمة إلا الآيات الواضحة البينة أكلمكم بلسان عربي واضح أحاول قدر الإمكان ألا أخرج عن قواعد الأدب العربي والبلاغة العربية بقدر ما أستطيع في حدها الأدنى على الأقل وأعرض لكم أحاديث البخاري وأبين لكم مواطن هذه الأحاديث بإمكانكم أن تعودوا إلى القرآن كي تعيدوا التدبر في تلك الآيات وبإمكانكم أن تذهبوا إلى البخاري كي تطلعوا على تلك الفضائح والقبائح والعورات وبعد ذلك عودوا إلى أنفسكم واسألوها هل هذا هو دين الله؟ هل هذا هو رسول الله الذي أرسله الله وحدثنا عنه في القرآن وإذا كنتم لستم عارفين بحديث الله عن رسول الله في القرآن فإنني حدثتكم في ثلاث حلقات فصلت لكم الكلام فعودوا إليها هي موجودة على الشبكة العنكبوتية تحت هذا العنوان علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبة قارنوا قارنوا بينما حدثتكم عنه في الحلقتين الماضيتين من عقيدة عائشة زوجة النبي ومن عقيدة الصحابة والتابعين قارنوا بين عقيدتهم وبينما يريد الله منا أن نعتقد به في رسول الله وكيف تكون علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحلقة أحاول أن ألخص لكم النتيجة التي تستنتج بعد البيانات المتقدمة في خمس حلقات مرت علينا إنني سألخص لكم النتيجة من كل تلك الحلقات النتيجة ألخصها لكم في أربع نقاط النقطة الأولى القرآن هو الأصل في ديننا هو الأصل قاعدة المعلومات التي من خلالها نستكشف حقائق الدين إذن هذه النقطة الأولى القرآن هو الأصل في ديننا القرآن في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء ماذا يقول؟ إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أقوى إنها صيغة أفعل للتفضيل إذا وقعنا في حيرة من أمرنا بين ما هو فاضل وما هو أفضل الميزان في القرآن إذا وقعنا في حيرة من أمرنا بين ما هو رذيل وما هو فضيل الميزان هو القرآن إذا وقعنا في حيرة من أمرنا بين ما هو رذيل وما هو الأرذل الميزان هو القرآن لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى إنه يشخص لنا الحقائق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وماذا بعد؟ ويبشر المؤمنين من هم هؤلاء؟ الذين يعملون الصالحات ماذا سيكون لهم؟ أن لهم أجراً كبيراً يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يبشرهم بالأجر الكبير متى؟ حينما يعودون إلى قرآنهم هذا إلى قرآن الإسلام إلى قرآن الإيمان إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم كي يشخصوا الرذيل من الأرذل والرذيل من الفضيل والفضيل من الأفضل القرآن هو الذي يشخص لنا هذا بيّنت لكم ماذا يقول القرآن عن محمد صلى الله عليه وآله وماذا يقول عن عترته الأطهار صلوات الله عليهم بيّنت لكم وبيّنت لكم ماذا تقول عائشة زوجة النبي وماذا يقول الصحابة والتابعون وماذا روى لنا البخاري ومسلم وهكذا إلى علماء الأزهر وعلماء الوهابية إلى علماء السنة في زماننا فعودوا إلى قرآن محمد وآل محمد واكتشفوا الحقيقة لأن القرآن هو الذي يقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين من هؤلاء الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إنهم الذين يتمسكون بهذا القرآن ويجعلونه ميزانا يهدي للتي هي أقوام إذن هذا هو الأصل الأول النقطة الأولى القرآن هو الأصل أتحدث عن الأصول المستقات من الحلقات المتقدمة خلاصة ونتيجة لكل ما حدثتكم عنه في الحلقات الماضية بخصوص سقيفة بني ساعد النقطة الثانية القرآن وضع لنا حدودا لعلاقتنا برسول الله ولعقيدتنا برسول الله علينا أن نشخص تلك الحدود إذا كنتم لستم قادرين على تشخيص تلك الحدود فقد شخصتها لكم شخصتها لكم وعودوا إليها بأنفسكم وحكموا على ذلك التشخيص شخصت لكم حدود العلاقة مع رسول الله بحسب القرآن بحسب القرآن لا رجعت إلى كتاب سني ولا رجعت إلى كتاب شيعي إنها آياته القرآن المحكمة عقيدة ومودة وطاعة وأدبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله هناك حدود يجب علينا أن نلتزم بتلك الحدود قارنوا بين عقيدة عائشة وعقيدة قرآن محمد وآل محمد ماذا نقرأ في سورة النساء ومرت علينا هذه الآيات لكنني أذكركم بها في هذه الحلقة لأنني بصدد استخراج النتيجة في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النساء والتي بعدها تلك حدود الله هناك حدود هناك حدود للعقيدة وهناك حدود للأحكام والفتاوى وهناك حدود للقرآن نفسه لتفسيره وتأويله هناك حدود للأخلاق والأعراف والآداب تلك حدود الله حديثنا عن العقيدة حدود الله في العقيدة بينت في الكتاب الكريم ووضعتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الفوز العظيم حينما نلتزم بحدود الله فعودوا إلى عقيدة القرآن برسول الله والتزموا بحدودها التزموا بحدودها يترتب على هذا أن تتبرأوا من عقيدة عائشة ومن عقيدة الصحابة لأن عقيدة عائشة وعقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة البخاري ومسلم والبقية الباقين من رموز سقيفة بني ساعدة عقيدتهم لا علاقة لها بعقيدة القرآن برسول الله حدود العقيدة برسول الله واضحة أما عقيدة عائشة والصحابة والتابعين فهي خارج تلك الحدود ليست داخلة في تلك الحدود ولذا يجب عليكم وعلي أيضا يجب علينا جميعا أن نتبرأ من عقائد هؤلاء علينا أن نتمسك بالحدود وهذا هو الفوز العظيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده كما فعلت عائشة والصحابة والتابعون والبخاري ومسلم والباقون ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وماذا نقرأ أيضا في سورة التوبة في الآية السابعة والتسعين الأعراب أشد كفرا ونفاقا النظر ليس للقومية النظر للمستوى الفكري والعقائدي وإلا فهناك من الأعراب العربي منهم على إيمان واستقامة وهداية الحديث ليس عن البيئة هذا مصطلح قرآني إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة الأعراب هم النواصب فكل من كانت عقيدته خارج حدود عقيدة القرآن هذا من الأعراب الأعراب أشد كفرا ونفاقا وماذا بعد وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الله عليم حكيم في قرآنه في قرآنه العلم والحكمة فالعلم في قرآنه والحكمة تحدد ذلك العلم هناك علم وهناك حكمة علم الله مطلق نحن لا نستوعبه لكنه يحدد لنا من علمه ما يحدد في قرآنه بحكمته كي يكون بحدودنا كي نستطيع أن ننتفع منه فعلينا أن نلتزم بحدود العليم الحكيم ولذا فإن النبي ماذا يعلمنا مثل ما جاء في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة منطق واحد القرآن من أوله إلى آخره والله عليم حكيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وماذا بعد يا كتاب الله يا كتاب العليم الحكيم ماذا بعد يا مصدر العلم ويا منبع الحكمة ماذا بعد حدثنا حدثنا يا قرآن محمد وآل محمد إنها سورة التوبة نفسها الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة في وصف أولياء الله من هم؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين المؤمنون هؤلاء الجزء الأخير من العلة كما يقال الجزء الأخير من اكتمال وصف الإيمان في هؤلاء المؤمنين كي يستحقوا البشارة الجزء الأخير الحافظون لحدود الله ضربت لكم مثالا عملية تشطيب البنايات ما يقال في إتمام البناء هناك تشطيب إنه الجزء الأخير ومن دونه لا يستطيع الإنسان أن ينتفع من ذلك البناء التشطيب في هذه الآية والحافظون لحدود الله من دون هذا ليس هناك من مؤمنين وليس هناك من وبشر المؤمنون مع البشارة في آخر الآية وبشر المؤمنين بهذا الشرط أن يكونوا حافظين لحدود الله هل أنتم حافظون لحدود العقيدة القرآنية برسول الله أم أنكم تعتقدون بأكاذيب البخاري ومسلم إنها أحاديث عائشة وأحاديث أبي هريرة وأحاديث أنس بن مالك وأضرابه هل أنتم تحفظون حدود العقيدة العائشية أم أنكم تحفظون حدود العقيدة القرآنية ماذا تقولون أخاطبكم أنتم يا شباب السنة والخطاب أيضا لشباب الشيعة الذين يبحثون عن الحقيقة حقائق الدين وحق جبين محمد المصطفى وحق جبينه أن نهصع الأزهر حقائق الدين في قرآنه وحقائق قرآنه لا تؤخذ لا من علماء سقيفة بني ساعدة ولا من علماء سقيفة بني طوسي إنها تؤخذ من العلماء الحقيقيين من آل محمد من الراسخين في العلم من العترة الطاهرة حديث الثقلين صحيح صحيح عندكم يا أيها السنة وعندنا نحن الذين نقول إننا شيعة ولسنا بشيعة نني أتحدث عن شيعة النجف وكربلاء هؤلاء ما هم بشيعة العترة هؤلاء شيعة الطوسي شيعة مراجع النجف وكربلاء الذين هم بحسب الصادق العترة الطاهرة براء منهم ومن دينهم أحاديث الصادق صريحة في هذا كذابون هؤلاء يصفون حوزة النجف بأنها حوزة الصادق هذه حوزة الطوسي وحوزة الطوسي حوزة شافعية صرفة معتزلية صرفة هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات ومن دون مصانعات ومن دون رتوش التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون قد يسأل سائل ما المراد من السياحة هنا السياحة الصوم الصوم سياحة والحج سياحة وزيارة العترة الطاهرة سياحة والجهاد في سبيل الله سياحة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مر علينا في الحلقة الماضية من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بحسب صحيح البخاري يأمرنا أن لا نعترض على حكامنا الظالمين حتى لو كنا قادرين على ذلك فإننا إذا ما اعترضنا سنموت ميتة جاهلية يا شباب السنة فما معنى ما يأتي هنا في وصف أولياء الله من أنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إذا لم نكن كذلك فلسنا بمؤمنين ولا تكون لنا هذه البشارة وبشر المؤمنين حقائق القرآن تختلف اختلافا واسعا جدا عن أكاذيب البخاري وسائر الصحاح الأخرى فعودوا إلى أنفسكم ودققوا النظر في دينكم وحكموا القرآن في حياتكم ولكن لا بد أن تأخذوا حقائق القرآن من العترة الطاهرة بحسب حديث الثقلين أما إذا أخذتم حقائق القرآن من تفاسير سقيفة بني ساعدة أو من تفاسير سقيفة بني طوس فإنكم ترتكسون في الخراء ارتكاسا على رؤوسكم وليس على أقدامكم نذهب إلى فاصل إذن النقطة الأولى القرآن هو الأصل في معرفة ديننا النقطة الثانية القرآن قرآن عليم حكيم فقد وضع بحكمته حدودا للعقيدة برسول الله ووضع حدودا لكل حقائقه لكل حقائق القرآن فعلينا أن نتمسك بتلك الحدود ولا يحق لنا إذا كنا نصف أنفسنا بأننا مؤمنون بالقرآن بأننا مؤمنون بمحمد وآل محمد أن نخرج خارج تلك الحدود إذن النقطة الأولى القرآن هو الأصل في ديننا في معرفة حقائق ديننا بشرط أن نأخذ التفسير من العترة الطاهرة النقطة الثانية القرآن وضع حدودا لحقائقه علينا أن نتمسك بتلك الحدود وكلما ورد علينا شيء ليس منضبطا بتلك الحدود وليس مستقرا في داخل تلك الحدود يجب علينا أن نتبرأ منه وأن نبتعد عنه وأن نتجنبه بقدر ما نستطيع النقطة الثالثة صار واضحا أن عقيدة عائشة زوجة النبي والصحابة والتابعين والآخرين هي خارج حدود العقيدة القرآنية ويجب علينا أن نتبرأ منها وأن نتجنبها بقدر ما نستطيع هذا كلام أقوله ولكن عليكم أن تتأكدوا لأنني قد بينت الأمر لكم بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد فعودوا إلى الحلقات المتقدمة وتدبروا فيها ونقشوا الموضوع فيما بينكم كي تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم إذن النقطة الثالثة البراءة من عقيدة السقيفة بني ساعد وما عقيدة عائشة إلا مثال من خلال أحاديثها التي جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر الصحاح الأخرى النقطة الرابعة وهي الأخيرة في هذه النتيجة التي استنتجتها لكم من خلال الحلقات المتقدمة هذا الدين لن ننتفع منه إلا إذا دفعنا أجره هذا الدين له أجر الحياة أخذ وعطاء أنت لا تستطيع أن تمتلك شيئاً مادياً إلا بسبب هناك سبب قد يكون السبب الإهداء ولكن الإهداء لم يأتي من فراغ بحكم العلاقة فيما بينك وبين شخص آخر قد يكون السبب الميراث الميراث لم يأتي من دون سبب قد يكون بدفع ثمن مادياً أنت الذي تشتري ذلك وهكذا ما من شيء يتملكه الإنسان في هذه الحياة مادياً كان أو معنوياً إلا بمقابل هذا المقابل قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً هذا الدين لن نستطيع أن ننتفع منه والمراد من الانتفاع من الدين أن يعيش الدين نوراً في قلوبنا في الدنيا وأن نفوز به في الآخرة لن ننتفع من نورية الدين في الدنيا ولن ننتفع من فوز الدين في الآخرة إلا أن نسدد الأجر هناك أجر علينا أن نسدده هناك فواتير فرعية إنها الواجبات المحرمات هذه الفواتير الفرعية الفواتير الفرعية إن قصرنا فيها فهناك الشفاعة لكن الفاتورة الرئيسة هي خارج حدود الشفاعة لأن الشفاعة تتقوم بها مادة الشفاعة تتقوم بأجر الرسالة فحينما لا نكون قد دفعنا أجر الرسالة فليس هناك من شفاعة ستكون لنا لأن الشفاعة التي ستكون لنا تكوينها من هذه المادة من مادة أجر الرسالة الفواتير الفرعية سددناها أم لم نسددها في حال عدم تزديدنا للفاتورة الرئيسة فلن يؤثر هذا الناصب الأمر سواء عليه وسواء عنده صلى أم زن أم سرق لماذا؟ لأنه لم يسدد الفاتورة الرئيسة وحينئذ هو مخير يريد أن يصلي يريد أن يزني هذا الأمر راجع إليه النتيجة واحد الفاتورة الرئيسة أجر الرسالة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة المودة التي جذرها الحب أمر اضطراري هذا الحب ما هو بأمر اختياري هناك أسباب تجعل القلب يحب سين يكره صاد هناك أسباب هذه الأسباب لن تكون باختيارنا الحب اضطراري والحب جذر المودة بإمكاننا أن نهيئ المقدمات التي سنحب على أساسها حبا اضطراريا إذن أجر الرسالة في تحصيل المقدمات وانتبه إلى هذه النقطة الرئيسة المقدمات الخاطئة المقدمات الخاطئة ستقود إلى حب اضطراري خاطئ وهذا هو الذي وقعتم فيه يا شباب السنة أحببتم الصحابة وأحببتم أهل البيت لأنهم صحابة وفضلتم الصحابة على أهل البيت لأن المقدمات خاطئة عندكم حينما تكون المقدمات صحيحة سيكون الحب الإضطراري صحيحا الحب إضطراري بطبيعته ولكن المقدمات هي التي توجهه بوصلة الحب المقدمات حينما تكون البوصلة مختلة فإن نتيجة الحب الإضطراري ستكون مختلة وحينما تكون بوصلة المقدمات محكمة متقنة فإن نتيجة الحب الإضطراري ستكون محكمة متقنة أعرف هذه الحقيقة ادرسوها فيما بينكم وبين أنفسكم لا تقبلوا كلامي لأنني قلته من أنا ما قيمة كلامي وما قيمتي القيمة للحقائق وليست للذي يتكلم بها الذي يتكلم بها ينال من القيمة بسبب الحقائق التي يتكلم بها لست أنا الذي أعطي الحقائق قيمة إن الحقائق هي التي تعطي لكلامي قيمة وتعطي لشخصي قيمة القيمة في الحقائق بما هي هي وهذا منطق العترة وهو منطق يخالف منطق الصحابة إنهم أعراب بدو لا يعرفون هذا المنطق العميق المنطق العميق هو منطق العترة الطاهرة إنه منطق النور إنه منطق الله منطق القرآن منطق الحقيقة الواضحة فاعرفوا هذه الحقيقة هذه النقطة الرابعة هي النقطة الأهم هذا الدين لن ننتفع منه حتى نسدد أجره مثل ما نقول بالتعبير الشعب العراقي بلاش ماكو بلاش البلاش ماهينحاش ماكو بلاش لابد من الدفع البلاش ماينحاش لن تحصل عليه هذا الدين لن ننتفع منه حتى نسدد الأجر حينئذ تفتح لنا الأبواب إذا كنا نريد المعرفة وتحركنا في أسبابها فإن أبواب المعرفة ستفتح لنا إذا كنا نريد العبادة وسعينا في مقدماتها فإن أبواب العبادة ستفتح لنا إذا كنا نريد أن نتعبد الله بحسن الخلق في علاقاتنا مع الناس فإذا هيئنا المقدمات فإن أبواب حسن الخلق ستفتح لنا وسندرك محاسن الأخلاق وسنشخص رذائل الخصال إذا ما أردنا الإخلاص وسعينا في مقدماته فإن أبواب الإخلاص ستفتح لنا وحينئذ وحينئذ فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من قلوبنا على ألسنتنا هذه حقائق الدين في ثقافة العترة الطاهرة لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الاتجاه لأني أريد أن أعرض بين أيديكم العديد من المطالب لكن تذكروا تذكروا هذا الدين لن ننتفع منه حتى نسدد أجره إنها الفاتورة الرئيسة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة الفواتير الفرعية هذه لها حسابها وخصوصياتها وإذا حدث فيها تقصير فإن الشفاعة هي التي ستكمل نقصها من دون الفاتورة الرئيسة فإننا لا نسجل أعضاء في النادي في نادي محمد وآل محمد لن نسجل رسم التسجيل في هذا النادي رسم التسجيل في شركة التأمين كي نؤمن حالنا في الدنيا والآخرة رسم التأمين مودة العترة أجر الرسالة فإذا أردنا أن نحجز لنا مقعدا في سفينة النجاة في سفينة علي وآل علي إذا أردنا أن نحجز لنا مقعدا لابد أن نحمل سكا من أننا قد دفعنا أجر الفاتورة الرئيسة حينئذ نستطيع أن نحجز مقعدا لنا في سفينة النجاة إذا أردنا أن ندخل من باب حطة إنه باب علي وآل علي إذا أردنا أن ندخل من باب حطة إنه باب النجاة علينا أن نحمل معنا سكا يقول من أننا سددنا الفاتورة الرئيسة دفعنا أجر محمد صلى الله عليه وآله وإلا فإن محمدا لا يأذن لنا بأن ننتفع من دينه وهذا ما هو برغبة شخصية منه إن الله هو الذي أمره قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة عودوا إلى أنفسكم هل دفعتم الفاتورة الرئيسة قطعا بحسب قواعد الدفع التي وضعها محمد صلى الله عليه وآله لا بحسب قواعد الدفع التي تضعونها أنتم أو أن صحابة يضعونها أو أن عائشة ونساء النبي يضعن هذه القواعد قواعد الدفع بحسب محمد وآل محمد قواعد الدفع في بيعة الغدير ومواثيقها قواعد الدفع في حديث الثقلين والتمسك بهما من دون أن نتخلى عن أي واحد منهما لثانية واحد هذه قواعد الدفع حينئذ إذا ما سددنا الفاتورة الرئيسة دفعنا أجر محمد صلى الله عليه وآله نتحرك باتجاه الفواتير الفرعية هل نحن من أهل العبادة هل نحن من أهل العلم هل نحن من أهل الجهاد هل نحن هل نحن هل نحن وهنا يأتي التوفيق وهذا هو دين العترة إذا كنتم تبحثون عن دين العترة قارنوا بين حقائق دين العترة وبين مسخرة دين السقيفة بني ساعدة أو مخرأة دين السقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل الآية الثانية والسبعون بعد البسملة من سورة يونس في سياق قصة نوح النبي يخاطب قومه يناقشهم فإن توليتم إذا رفضتم هذا الذي أعرضه عليكم الآيات المتقدمة تناولت تفاصيل ما تحدث به نوح النبي المقام لا يسع للخوض في كل صغيرة وكبيرة فإن توليتم إذا رفضتم فما سألتكم من أجر إنني لا أطلب منكم مالا لماذا يقول نوح النبي هذا الكلام لأنه ما من شيء ما من شيء في الحياة إلا وله مقابل قد يكون مقابلا ماديا وقد يكون مقابلا معنويا فإن توليتم فما سألتكم من أجر أنا لا أطلب منكم أجرا لا ماديا ولا معنويا ثم يبين السبب إن أجري إلا على الله فإن الأجر على الله فهو لا يطلب أجرا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فليس هناك من أجر يريده نوح من قومه وهذا الكلام يتكرر في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة هوت أيضا في قصة نوح النبي ويا قومي لا أسألكم عليه مالا أنا لا أطلب منكم مالا ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله أنا لا أريد منكم شيئا ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله والمعنى هو هو في سورة الشعراء في الآية التاسعة بعد المئة بعد البسملة أيضا في قصة نوح النبي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمي لماذا هذا التركيز في القرآن على هذا الموضوع القرآن يريد أن يقول لنا شيئا لماذا يكرر هذا الموضوع بخصوص نوح وبخصوص الأنبياء الآخرين لماذا هل أن الأمر هكذا جاء جزافا بنحو عفويا هل هو تكرار لأجل التكرار القرآن يريد أن يقول لنا هناك حقيقة لا بد أن تلتفت إليها من أن النبوات السابقة ما طلب الأنبياء أجرا فيها لماذا؟ لأنها لا تمثل الدين الكامل الدين الكامل دين محمد فهذا الأجر لكل دين الله لأن الأنبياء السابقين شيعة لمحمد لأن الديانات السابقة مقدمة لدين محمد الأجر الأجر يكون على دين محمد ولذا فإن القرآن يؤكد هذا المعنى مكرران وأنتم استمعتم إلى الآيات في قصة نوح في سورة يونس في سورة هود في سورة الشعراء والأمر هو هو مع هودن النبي في سورة هود في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إنه هودن النبي يتحدث مع قومه يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أنا لا أريد شيئا منكم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وكذلك إذا ما ذهبنا إلى سورة الشعراء وفي الآية السابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة في قصة هودن النبي أيضا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين والأمر هو هو عند صالحن النبي في سورة الشعراء في الآية الخامسة والأربعين بعد المئة بعد البسملة ماذا يقول صالحن النبي لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولوطن قال لقومه أيضا في سورة الشعراء في الآية الرابعة والستين بعد المئة بعد البسملة هكذا قال لوطن لقومه وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وشعيب كذلك شعيب النبي في سورة الشعراء أيضا في الآية في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة شعيب يقول لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وإذا ما ذهبنا إلى سورة ياسين حبيب حبيب النجار إنه الصديق الذي ذكر في سورة ياسين في الآية العشرين بعد البسملة من سورة ياسين والتي بعدها وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى هذا هو حبيب النجار هذا هو الصديق الذي ذكر في سورة ياسين صديق سورة ياسين حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الحديث هنا عن جميعهم ليس هناك من نبي ولا من رسول طلب أجرا من قومه لماذا لأن النبوات كانت مقدمة ليست أصلا هذه مقدمات هذا لطف الأصل عند محمد صلى الله عليه وآله ولذا فإن الأجر يكون على الأصل وليس على المقدمات هذه مقدمات اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وماذا تقول الآيات إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية التسعين بعد البسملة في سياق الآيات التي تحدثت عن الأنبياء في الآية 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 الثالثة والثمانين بعد البسملة وما بعدها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم تلاحظون أن الآيات ذكرت الأنبياء وماذا ذكرت وذكرت آباءهم وذرياتهم وإخوانهم ولكن الباري سبحانه وتعالى لم يتخذ أجرا على دينه من تلك الأمم أن كلفهم بحب عترة أولئك الأنبياء الآيات واضحة ومن آبائهم من آبائ أولئك الأنبياء الذين ذكروا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلى أن تقول الآية التسعون بعد البسملة أولئك الذين هدى الله الخطاب لرسول الله لفظا ومعنى موجه لي ولكم موجه للأمة لأن القرآن نزل بهذا اللسان كما يقول أئمتنا نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جار أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده النبي لا يحتاج إلى قدوة أنا الذي أحتاج إلى قدوة أنتم الذين تحتاجون إلى قدوة الأمة محتاجة إلى قدوة وقدوتنا الأولى قدوتنا الأولى والأخيرة محمد وآل محمد هذه قدوة فرعية لأنهم من شيعة محمد وآل محمد أولئك الذين هدى الله فبهداه فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا هذا حديث محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الأجر الذي أطلبه هو ذكرى للعالمين من مراده من هذا ولايتنا ولايتنا لعلي وآل علي هي التي تذكرنا بالله وهي التي تشدد رباطنا بالله وهي التي تعيدنا إلى صراط الله وهي التي تشدنا إلى الصراط المستقيم في الدنيا وإلى الصراط المستقيم في الآخرة هذا هو المراد من الذكرى للعالمين هذا أمرهم أمر محمد وآل محمد إنها بيعة الغدير التي جعلت أساساً لكل شيء وإن لم تفعل كما في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الأمر الذي عبر عنه القرآن بذكرى للعالمين وبذكر للعالمين قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين ما قال النبي من أن أجري على الله وسكت مثل ما فعل الأنبياء السابقون ما قال هذا وإنما فصل في الكلام قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين وفي سورة يوسف في سورة يوسف في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ولاية علي وآل علي ذكرى للعالمين بماذا تذكرنا تذكرنا بالله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ماذا نقرأ أو في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة هناك الولاية لله الحق إنها حقيقة الحقائق هناك ما بعد كل شيء هناك الولاية لله الحق هناك هنا تشير إلى مكان إلى جهة واللام هذه للبعد كما يقولون في العربية لأن هنا من دون لام البعد تشير إلى جهة قريبة إلى مكان قريب حينما نضيف اللام فهذه اللام لام البعد هناك والكاف للخطاب وهي تؤكد معنى البعد الكاف للخطاب ولكنها تؤكد معنى البعد هناك ما وراء الوراء عاقبة الأمور نهاية الحقائق هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة في تأويلهم لقرآنهم في الكاف الشريف في الجزء الأولي وفي غيره من مصادر حديث العترة الطاهرة هذه الولاية ولاية علي في تأويل صريح لقرآنهم هناك الولاية لله الحق هو مضمون آية الغدير مضمون الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لماذا؟ لأن بيعة الغدير ستكون وراء الوراء إنها تشير إلى الحقيقة التي هي في وراء الوراء بيعة الغدير ليست مطلوبة بنفسها بيعة الغدير طقس من الطقوس بروتوكول إنها تشير إلى ولاية علي ولاية علي هي التي يتحدث القرآن عنها هنا هناك الولاية لله الحق وهي هي التي تقول عنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل وإن لم تفعل إن لم تجري بيعة الغدير التي ليست هي مطلوبة بنفسها وإنما تشير إلى ولاية علي إذا كان لبيعة الغدير من قيمة لأنها بوابة تأخذنا إلى ولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يتلاشى التوحيد وتنتهي الرسالة والنبوة ولا قيمة للقرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالة هذا قرآن محكم حكيم ينطق بين أظهرنا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة هذه هي الذكرى للعالمين وهذا هو الذكر للعالمين وما تسألهم عليه من أجر ما قال في الآية أيضا إن أجري إلا على الله مثل ما قال الأنبياء ما خل النبي هذا وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وحينما نذهب إلى سورة صاد وإلى الآية السادسة والثمانين بعد البسملة والتي بعدها والحديث حديث لرسول الله الخطاب موجه إليه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين قل ما أسألكم عليه من أجر وما قال إن أجري إلا على الله وما أنا من المتكلفين لست أنا الذي أدعي ما أدعي من هو المتكلف المتكلف هو الذي يدعي ما يدعي المتكلف هو الذي يتجاوز حد الحقيقة المتكلف هو الذي يطلب شيئا ليس له النبي ما هو من المتكلف فإذا ما طلب شيئا فإنما يطلب الذي يريده الله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلف إن هو إلا ذكر للعالمين في سورة الطور في الآية الأربعين بعد البسملة أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون المغرم إنها الغرامة هل هم مثقلون من دفع غرامة فأي أجر أنت تسأله يا رسول الله أم تسألهم أجرا أجرا ماديا وحتى لو كان معنويا فهل مودة القربة تعود بالضرر عليهم حتى يكونوا مثقلين مودة القربة تطهرهم مودة القربة تجعلهم يستشعرون حلاوة إيمانهم مودة القربة تفتح باب الأمل واسعا عريضا أمام أعيونهم مودة القربة تشعرهم بحرارة العلاقة مع الله مودة القربة لأملك عبائر كي أتحدث عنها إنني في بث مباشر والبث المباشر يضيق على الإنسان الكلام لا يعطيني مجالا كي أفكر في انتقاء الألفاظ والعبارات وأساسا الألفاظ والعبارات محدودة عندي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون وهذا المعنى يأتي في سورة القلم أيضا في الآية السادسة والأربعين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون وماذا نقرأ في سورة الفرقان في الآية السابعة والخمسين بعد البسملة قل ما أسألكم عليه من أجر ما قال رسول الله أيضا إن أجري إلا على الله تلاحظون الآيات أو لا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا والسبيل هم العترة الطاهرة أين السبيل بعد السبيل هكذا نخاطبهم في دعاء الندبة الشريف أين السبيل بعد السبيل هؤلاء هم سبيل الله وهم باب الله وهم سبب الله وهم وجه الله الآية التي قبلها وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر على ديني هذا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إن الأجر الذي أطلبه منكم هو لكم لكم وليس لي هذه رحمة محمد هذه الرحمة التي أرسلت للعالمين أجره هو لنا إننا ندفع أجرا لمحمد هو في الحقيقة لنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وإذا ما ذهبنا إلى سورة سبب وإلى الآية السابعة والأربعين بعد البسملة دققوا النظر في هذه الآية إنها تجمع كل الكلام المتقدم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ليس لي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم هنا قال رسول الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد أنتم لا تدفعون لأجرا لا تستطيعون أن تسددوا أجري أجري يسدده الله ولكن الذي عنونته لكم من أنه أجري هو لكم هو لكم أتفقهون هذا هو دين العترة أتفقهون هذا هو قرآن محمد وآل محمد بتأويل محمد وآل محمد لا بتأويل سقيفة بني ساعد وهرائهم ولا بتأويل سقيفة بني طوس وخرائهم الآيات التي تسبق هذه الآية قل إنما أعظكم بواحد ما هي هذه الواحدة ولاية علي بحسب تأويلهم لقرآنهم قل إنما أعظكم بواحدة هذه الواحدة التي تحدثت عنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هناك قضية واحدة يقف الدين على أساسها قضية واحدة هي هذه ولذا في تأويلهم لقرآنهم هذه الواحدة هي ولاية علي من أسماء ولاية علي في القرآن الواحدة الواحدة هي من أسماء ولاية علي وآل علي في القرآن قل إنما أعظكم بواحدة هي هذه الواحدة التي تكفينا مثل ما نخاطب إمام زماننا في زيارة آل ياسين والتي وردتنا منه صلوات الله عليه أنتم الأول والآخر هي هذه القضية الأولى والأخيرة أنتم الأول والآخر سادة آل محمد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله مر علينا الأنبياء بأجمعه حينما تحدثوا عن الأجر تحدثوا عن أن أجرهم على الله من دون تفصيل محمد صلى الله عليه وآله الوحيد الذي فصل وبين لنا حقيقة هذا الأجر إلى أن قال لنا من أن الأجر في الحقيقة هو لكم أما أنا أجري فإن الله هو الذي سيعطيني إياه أنتم لستم قادرين على دفع أجري قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وماذا بعد؟ إنها سورة الشورى الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة نذهب إلى فاصل ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور الآية واضحة هل تحتاج إلى بيان وقد تحدثت عنها في الحلقات المتقدمة زبدة الكلام هنا عرضت بين أيديكم ما قاله الأنبياء وما قاله رسول الله في كل آيات القرآن زبدة فإن أجر الرسالة وأجر الدين هنا هذه الفاتورة الرئيسة سددوها كي تنتفعوا من الرسالة ومن دين محمد صلى الله عليه وآله أنا وأنتم علينا أن نسأل أنفسنا هل سددنا هذه الفاتورة هذه الفاتورة لا تسدد لمرة واحدة وإنما نفتح حسابا لتسديد هذه الفاتورة ويبقى الحساب مفتوحا تذكروا كلمة الصادق صلوات الله عليه حينما سألوه عن قائم آل محمد فماذا قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي حساب مفتوح هذه الطريقة الناجحة في تسديد هذه الفاتورة علينا أن نفتح حسابا وأن يكون مفتوحا في جميع الاتجاهات كي نسدد هذه الفاتورة الرئيسة علينا أن نسددها بعقولنا وقلوبنا وضمائرنا ووجداننا وحواسنا ومشاعرنا وعواطفنا وحبنا وبغضنا وولايتنا وبراءتنا من أعدائهم علينا أن نسدد ذلك بسعينا بأجسادنا في خدمتهم ببذلنا لأموالنا في خدمتهم علينا أن نضحي بكل شيء في سبيلهم هذه هي الفاتورة الرئيسة وهنيئا هنيئا لأولئك الذين فتحوا في بنك الولاية حسابا مفتوحا في تسديد فاتورتهم الرئيسة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أعود إلى سورة التوبة كي أذكر نفسي أولا وأذكركم بما جاء في الآية الرابعة والعشرين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه المصادق المهمة في حياة عامة الناس وإلا فإن الأمر لا ينحصر بها هذه وغيرها ماديا معنويا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ما ذكر الجهاد هنا إلا لأنه شأن طارئ لم تذكر الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة ثابتة الجهاد حالة طارئة الجهاد ما هو من أصل الدين الجهاد حاجة دنيوية يحتاجها المؤمنون إذا ما تعرضوا للخطر فهي حالة استثنائية الدين لا يجعل الجهاد حالة مستديمة أتحدث عن جهاد السيف وإلا فإن جهاد النفسي هذا أمر مستديم على طول الخاط ولكن الحديث هنا عن جهاد السيف جهاد السيف شأن طارئ في الدين حالة عرضية مؤقتة حينما يحتاج المؤمنون إليها يكونون مضطرين لأن يتعاملوا بهذه الطريقة وإلا فالدين ما هو بدين السيوف ولا هو بدين الأسلحة هذا الدين دين العقول والقلوب حتى ليس دينا للأجساد لكن الدين يتعامل مع الأجساد لأن الأمر ضروري أما أصل الدين فإنه دين العقول والقلوب الدين للعقول والقلوب وليس للأجساد لكننا لا نستطيع أن نتعامل مع العقول والقلوب إلا عبر الأجساد ومن هنا سيكون الجسد ضرورة في حياتنا وفي وجودنا وإلا فإن الدين في أصله هو دين العقول والقلوب قبل أن ينعكس على الأجساد والأبدان أما أهل جهاد فإنها حالة استثنائية طارئة يضطر إليها المؤمنون طرارا ولذا فإن الآية ذكرتها لأن الآية تريد أن تقول لنا حتى الحالات الإضطرارية والتي ليست من أصل الدين وإنما تكون مهمة في الدين لأن أهل الدين يحتاجونها في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة في بعض الظروف والملابسات الموضوعية فتكون حينئذ ضرورية بحسب أسبابها المؤقتة حتى هذه الحالة الطارئة ما دامت تنتمي إلى رسول الله فعلينا أن نحبها كما نحب الله فما بالكم بالعترة الطاهرة ماذا تقولون عنها ما بالكم بالعترة الطاهرة كيف تتعاملون معها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة جدا فعلينا أن نسدد الفاتورة الرئيسة وفقا لهذا الذوق لهذا الذوق القرآني وفقا لهذه الثقافة المحمدية العلوية الفاطمية هكذا نتعامل مع العترة وهكذا هي المودة لعلي وآل علي والتي من دونها ليس هناك من دين لأن صاحب الدين لن يأذن لنا أن نأخذ شيئا من هذا الدين صاحب الدين محمد هو الذي يقسم الدين فيما بيننا ويعطي لكل أحد حظه من الدين إنه محمد المحمود الأحمد إنه محمد المصطفى الأعظم لا بد من تسديد الأجر وهذا الأجر في الحقيقة بالإسم باللفظ هو أجر لمحمد وفي الحقيقة هو لنا فما سألنا من أجر فهو لنا مثل ما يقول القرآن في الآية السابعة والأربعين بعد البسملة من سورة سبا فإن الأجر لنا هكذا أخبرنا القرآن وهكذا أخبرنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل أعتقد أن الحقيقة باتت واضحة وواضحة جدا بعد كل هذه البيانات ما تقدم في الحلقات السابقة وما لخصته لكم من نتيجة واضحة من كل الذي تقدم تفصيله في الحلقات التي حدثتكم فيها عن علاقتنا برسول الله بحسب القرآن أو حينما حدثتكم عن عقيدة عائشة زوجة النبي والصحابة والتابعين وغيرهم برسول الله النتيجة واضحة ما جاءت به أحاديث البخاري ما جاءت به عقيدة عائشة زوجة النبي والصحابة والتابعين والباقيين إنه منافر للقرآن بدرجة مئة بالمئة ولذا يجب علينا أن نتبرأ من عقائد الضلال هذا إذا كنا نريد دين محمد وآل محمد بعيداً عن دين سقيفة بني ساعدة وبعيداً عن دين سقيفة بني طوسي أقرأ عليكم من البخاري إنها طبعة نفسها الطبعة الأولى 2004 ميلادي إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان كتاب المغازي وهو الكتاب الرابع والستون من كتب صحيح البخاري الباب الستون باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني ديناً أبتار باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة رقم الحديث 4339 رقم الصفحة 760 حدثني محمود حدثنا عبد الرزق البخاري يقول بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني ديناً أبتار وهؤلاء هم الأباترة أولاد الأباترة الذين يصلون على النبي صلاة بتراء بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا هذه الكلمة كان المسلمون يتنفرون منها لأن قريشاً كانت تقول عن المسلمين لقد صبأوا أي خرجوا من دين آبائهم وأجدادهم فهؤلاء ما هم بمسلمين أتحدث عن بني جذيمة لما دعاهم خالد بن الوليد إلى الإسلام أرددوا الكلام نفسه من أنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم هذه الكلمة في أصلها لا إشكال فيها لكنها صارت في قريش عنوانا للذين يتركون دين الأصنام ويلتحقون بدين محمد صلى الله عليه وآله وحينئذ فإنهم حولوها لظرف سياسي لظرف اجتماعي لحالة عقائدية حولوا هذا المصطلح إلى مصطلح يتنفر منه الناس وإلا فإن الكلمة في أصلها لا إشكال فيها فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا أي تركنا دين آبائنا وأجدادنا إلى الدين الجديد فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره من الذي يتحدث الذي يتحدث هو والد سالم وهو عبد الله بن عمار عن الزهر عن سالم عن أبيه ودفع إلى كل رجل منا أسيرة حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره حتى قدمنا على النبي فذكرناه فذكرنا الأمر فرفع النبي يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين ها هو النبي يتبرأ من فعل صحابي من صحابته خالد بن الوليد من صحابة النبي وها هو النبي في حياته صلى الله عليه وآله يتبرأ من فعل خالد بن الوليد ومرتين كرر الكلام مع أن النبي هو الذي بعثه خالد بن الوليد كان مشتهدا اجتهد من عند نفسه هكذا هم يقولون اجتهد خالد بن الوليد من عند نفسه ما هو تبرير فعل خالد بحسب سقيفة بني ساعد بحسب دين العترة خالد رجل جاهل لا يفق أمر الدين وخالد محب لسفك الدماء هذه طبيعته السؤال 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 هنا إذا كان خالد سيف الله المسلول فهل أن النبي صلى الله عليه وآله يتبرأ من فعل سيف الله المسلول إذا كان النبي هو الذي سمى خالدا بسيف الله المسلول فإما أن النبي مخطئ في هذه التسمية وإما أن النبي يعترض على سيف الله هو الذي سماه كما يقولون سيف الله المسلول علي بن أبي طالب وما هو بخالد بن الوليد سيف الله المسلول علي بن أبي طالب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله شريكا مع علي في كل دم سفكه علي رسول الله كان شريكا له هذا هو علي هذا هو سيف الله المسلول الذي لا يقتل إلا من يكون حكم الله فيه القتل هذا الذي يقتل عن علم وهذا الذي يقتل عن إخلاص وهذا 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 ومحمد الأعظم صلى الله عليه وآله كان شريكا مع علي في كل قطرة دم سفكها علي في سبيل الله أما خالد بن الوليد من هو هذا خالد بن الوليد رجل من عامة الناس رجل من قريش وكان من طغاة قريش أبوه ابن زنا بصريح القرآن الله يقول عن والده عن والدي خالد بن الوليد إنه الوليد ابن المغيرة المخزوم في سورة القلم ماذا قال الله عن الوليد ابن المغيرة المخزوم قال عنه من أنه ابن زنا ولا تطع كل حلاف مهين الآية العاشرة بعد البسملة من سورة القلم وما بعدها ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم هذا هو الوليد ابن المغيرة المخزوم في كتب السنة وفي كتب الشيعة هذا هو والد خالد ابن الوليد عطل بعد ذلك الزني الزني هو ابن الزنا هؤلاء الصحابة إما أن تكون أم عايرة وإما أن يكون أبو ابن زنا القرآن هو الذي يقول لست أنا هذا هو خالد ابن الوليد من هو يضحكون عليكم من أنه سيف الله المسلول النبي يتبرأ من فعاله الذي يتبرأ النبي من فعاله هل سينال عاقبة محمودة ماذا تقولون أنتم هذا البخاري بخاريكم تقولون هذه الرواية ليست صحيحة إذا لماذا دوغتمون بأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله لماذا دوغتمون ها هو النبي يتبرأ من خالد بن الوليد السقيفة السقيفة تبرر لخالد يقولون من أنه اجتهد فأخطأ ويرقعون له هذا حديث على سبيل المثال ومن البخاري أيضا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وهو الكتاب السابع والتسعون من كتب البخاري الباب الحادي والعشرون باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم الحديث سبعتالاف ثلاثمية واثنين وخمسين رقم الصفحة الف وميتين وستة وتسعين بحسب الطبعة التي بين يديه قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد بسنده عن عمر بن العاص هذه الرواية مروية عن عمر بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء وعمر بن العاص هذا هو الأبتر ابن الأبتر سورة الكوثر التي تحدثت عن الأبتر الأبتر أبوه وهو الأبتر أيضا أبوه العاص ابن وائل السهمي هذا هو الذي كان يصف رسول الله بأنه أبتر وعمر بن العاص أيضا كأبي كان يصف رسول الله بأنه أبتر فجاء السورة الكوثر فوصفت العاص بن وائل مع ولده عمر بن العاص مع أن النابغة أم عمر بن العاص وهي عاهرة معروفة ومن أقدر عواهر مكة كانت تقول إن عمر بن العاص ليس من العاص وإنما هو من أبي سفيان وفعلا كان يشبه أبا سفيان لكن أبا سفيان كان خسيسا حقيرا جدا يأكل ببلاش ما ينطي ما ينطي شي كان خسيسا وبخيلا وشحيحا وحقيرا جدا أما العاص فكان ينفق عليها بعض المال كان قصابا كان جزارا يعمل في مكة فكان يحمل لها بقايا الذبائح وبقايا العظام ويعطيها شيئا من مال ولذا ألحقت عمر به فسمي بعمر بن العاص أوكفه سبع تنعا فهو يصلي صلاة بترى لأنه أبتر وأبوه أبتر كذلك بحسب القرآن عن عمر بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر ماذا يقول بحسب رواية عمر بن العاص إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصاب فله أجران اجتهد من عند نفسه من دون علمه من دون معرفة بحقائق القرآن من دون معرفة بعلم العترة الطاهرة الذي هو علم رسول الله والذي هو علم الله إذا حكم الحاكم فاشتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاشتهد ثم أخطأ فله أجر براءة رسول الله من فعل خالد يعني أن الحديث هذا كذب رسول الله ما قاله كيف يتبرأ رسول الله من فعل خالد إذا كان خالد قد اجتهد وأخطأ فإذا كان قد اجتهد وأخطأ فهو مأجور فكيف يتبرأ رسول الله من فعل خالد وهو فعل مأجور ماذا تقولون أنتم منين جدكم هاي الطرقاء منين جدكم هاي الطرقاء ماذا تقولون هذه روايات البخاري وهذا خالد بن الوليد هل هو سيف الله المسلول لماذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله تبرأ من فعله وكرر الأمر مرتين وإذا كان قد اجتهد فأخطأ فهو مأجور فلماذا تبرأ من فعله فلا خالد بسيف الله المسلول ولا حديث عمر بن العاص بحديث صحيح هذه أكاذيب أكاذيب وهذا دينكم الذي بني على هذا الحديث من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر هذه المذاهب التي بنيت على هذا الأساس بنيت على أساس باطل ما هذا رسول الله بحسب البخاري بفعله وسيرته وبنحو مكرر يبطل ذلك الحديث ذلك الحديث باطل ذلك الحديث يعارض القرآن ذلك الحديث يعارض العقل السليم كيف أن الله يؤسس دينا على الأخطاء وكيف تكون الأخطاء مأجورتان ما هذا العبث ما هذا الضحك على الذقون وأنتم يا أيها الشيعة مراجعكم في النجفي ما هم ببعيدين عن هذا الهراء والخراء إنهم يتوسطون في وسطه ألا من معتبر ألا من ناظر في هذه الحقائق هذه الحقائق واضحة وواضحة جدا مثل ما قلت لكم سقيفة بني ساعدة هي سقيفة التحريف والتزييف بتمام معاني هذه الكلمات أعطيكم مثالا على تحريف واضح يرتبط بموضوعنا بموضوع الحلق كتاب تفسير القرآن وهو الكتاب الخامس والستون من كتب البخاري الباب الأول باب إلا المودة في القربة رقم الحديث أربعة آلاف ثمانمية واثمونطعش رقم الصفحة ثمانمية وخمسة وسبعين البخاري يقول حدثنا محمد بن بشار بسنده عن بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله الذي يحدث طاووس عن بن عباس من أن بن عباس سئل عن قول الله تعالى إلا المودة في القربة فقال سعيد بن جبير وسعيد بن جبير يعد من تلامذة عبد الله بن عباس كان موجودا فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد قطعا هناك صلاة بتراء صلى الله عليه وسلم وصلاة البتراء تعني دينا أبتال فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد فقال بن عباس عجلت لحظ التحريف كلام سعيد بن جبير كلام صحيح لكن الواقعة لم تكن هكذا وإنما حرفت هذا صحيح البخاري هذا صحيح التحريف والتزييف هذا كتاب صحيح من هذه الجهة كل ما فيه محرف ومزيذ فقال بن عباس عجلت إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصل ما بيني وبينكم من القرابة فأبو بكر من قريش عمر من قريش عثمان من قريش عبد الرحمن ابن عوف من قريش المهاجرون في الأعم الأغلب من قريش فإن الآية تتحدث عن قريش كلها أيه تحريف تتحدث عن القوادين في قريش كبار كبار قريش كانوا قوادي القرآن يقول هذا أنا لست عندي من وقت كي أفصل القول في كل شيء كبار قريش كان عملهم في التجارة الجنسية وهذا أمر معروف قريش فيها الكثير من القوادين وفيها الكثير من الزنات والكثير من المأبونين والكثير من اللواطين والكثير والكثير هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة تخص قريشا أنتم أنتم يا شباب السنة هل تقبلون هذا هذا هو البخاري هذا هو بخاريكم هل تقبلون هذا سعيد بن جبير حين أجاب قرب آل محمد عبد الله بن عباس اعترض هذا كذب على عبد الله بن عباس توجد رواية صريحة عن عبد الله بن عباس في بيان معنى هذه الآية في كتب الشيعة وفي كتب السنة في أنها في العترة الطاهرة في آل محمد لا شأن لي بابن عباس هذا تحريف هذا صحيح البخاري هل تقبلون أن الآية في كل قريش إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة إذا ما رجعنا إلى الباب العاشر من نفس كتاب تفسير القرآن إنه باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رقم الحديث أربعة آلاف سبعمية وسبعة وتسعين رقم الصفحة ثمانمية وسبعة وستين البخاري يقول حدثني سعيد بن يحيى بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عن قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبقية الأحاديث في هذا الباب بنفس هذا المضمون وبنفس هذه الألفاظ فإن الصلاة على محمد هي هذه أن نصلي على محمد وآل محمد البخاري حاول التحريف في هذه الأحاديث لكنه لا يستطيع أن يحرفها بالتمام والكمال لأن النصوص الأصلية في الكتب السنية نفسها تختلف عن هذه النصوص هناك اختلاف فيها ولكن المعنى واضح حينما سألوا النبي عن الصلاة عليه بعد نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخبرهم من أن الصلاة عليه هي أن يصل عليه وعلى آله والأحاديث واضحة إذا نظرتم إلى هذه الأحاديث هذه الأحاديث تتحدث عن الذين مودتهم واجبة فهل مودة القوادين ومودة العواهر والمأبونين من قريش واجبة وهي التي تكون أجرا للرسالة مثلما يكذب هذا البخاري في صحيحه كما قرأت عليكم قبل قليل وأورد في تفسيرها رواية واحدة هي هذه التي قرأتها عليكم على الأقل كان أن يذكر رواية أخرى لكنه كان حريصا على أن يجعل المودة في قريش كلها مع القوادين والمأبونين مع كل السفلة في قريش هنا لا يستطيع أن يقول من أن الصلاة على محمد تكون بالصلاة عليه وعلى سائر قريش هذا هو الذي يشرح لنا المودة الواجبة إن المودة الواجبة هي لآل محمد للعترة الطاهرة للذين تجب الصلاة عليهم حينما نصلي على رسول الله وتجب مودته هؤلاء هم العترة الطاهرة وليس قريشا بقواديها وعواهرها ومأبونيها هؤلاء هم العترة الطاهرة وهؤلاء هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن القوم سادرون في ضلالهم أضرب لكم مثالا هذا كتاب معروف الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة إنه يتحدث عن الشيعة عن الرافض في الرد على أهل البدع والزندقة هم الروافض هذا الكتاب للمحدث الفقيه أحمد ابن حجر الهيتم المكي متوفى سنة تسعمية وأربعة وسبعين للهجرة هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة وكتاب مع هذا الكتاب تطهير الجنان القلب واللسان عن عن أي شيء عن الخطور الخطور في الذهن والتفوه بثلب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان لعنة الله على معاوية وعلى أبي وعلى يزيد ابن معاوية تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان النبي لعنه النبي لعن معاوية النبي لعن معاوية النبي أمر بقتله إذا ما رؤي على المنبار على منبر رسول الله هذه حقائق وهذه دقائق لا أريد أن أتحدث عن معاوية الآن لقد تحدثت عنه فيما سلف وإذا ما سنحت فرصة سأتحدث عنه هذا عالم من كبار علماء سقيفة بن ساعد تعالوا إلى هذه المهزلة صفحة 224 أورد الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه ثم دخل في شرحها في صفحة 225 لا أريد أن أقرأ كل الكلام وإنما سأقرأ لكم ما أريد أن أجعله شاهداً ومثالاً أضعه بين أيديكم حينما نزلت هذه الآية هو يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل علي الصلاة البترة هو يقول ويستمر هذا في كل الكتاب صلى الله عليه وسلم هو يقول هو هذا ابن حجر الهيتمي هو يروي يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل علي الصلاة البترة فقالوا وما الصلاة البترة قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هو يقول وفي الوقت نفسه يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تصل علي الصلاة البترة أهية مهزلة هذه هذه مهزلة دين سقيفة بن ساعد هذه هي حقيقة دينه مر علينا في الحلقات المتقدمة وأنا أحدثكم عن محي الدين ابن عربي حينما حدثتكم عن أنه يقول من أن كتابه فصوص الحكم وحي من محمد صلى الله عليه وآله الكتاب من أوله إلى آخره حينما يصلي على النبي يصلي عليه صلاة بترة فهل النبي في وحيه لمحي الدين ابن عربي كان يصلي الصلاة البترة إذن لماذا يقول لنا لا تصل الصلاة البترة هذا نبي متناقض كذاب مرة يقول لنا من أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر ما هو الذي بعث خالد ابن الوليد وخالد ابن الوليد اجتهد الرجل فلماذا تبرأ محمد من فعله أي الروايتين ما هي بصحيحة هل هي رواية عمر بن العاص أم هذه الرواية التي تتحدث عن خالد ابن الوليد أي الروايتين صحيحة هل هي الرواية التي تقول من أن القرب كل قريش أم الرواية التي تتحدث عن أن الصلاة الواجبة لا تكون إلا على آل محمد دين مبني على التحريف والتزييف هذا تطبيق عملي وهذا الكتاب يرد فيه على أهل البدع والزندق ما أنت مبتدع هنا ما أنت تبتدع حينما ترد على رسول الله ما أنت زنديق ما أنت زنديق وأنت المبتدع تقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصل علي صلاة البتراء ويبخى على طول الكتاب يصلي صلاة البتراء ويشرحها وما الصلاة البتراء قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مسخرة ولذا فإن العنوان الذي وضعته لهذه الحلقات قد انتقيته انتقاء لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة عنوان دقيق جدا ينطبق على هذه المسخرة وعلى هذه المهزلة نذهب إلى فاصل أتمنى عليكم يا شباب الشيعة ويا شباب السنة إذا كنتم باحثين عن الحقيقة أن تقفوا طويلا عند هذه الحقائق أنا لا أستطيع أن أضع بين أيديكم كل ما هو موجود في مكتبة سقيفة بني ساعد ولا أستطيع أن أضع بين أيديكم كل ما هو موجود في مكتبة سقيفة بني طوسي إنما أعرض لكم أمثلة ونماذج أنتم تابعوا وأنتم دققوا إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة دققوا في الواقع أنتم يا شباب السنة دققوا في واقع علماء السنة وأنتم يا شباب الشيعة دققوا في واقع علماء الشيعة أتحدث عن الشيعة الطوسيين وإلا فليس هناك من شيعة للعترة لأننا إذا تحدثنا عن شيعة للعترة لابد أن يعرفوا دين العترة فأين هؤلاء في الوسط الشيعي الذين يعرفون دين العترة ما يعرفونه من دين أخذوه من مراجع النجف وكربلاء وهذا لا علاقة له بدين العترة أبدا لا من قريب ولا من بعيد هذا هو المذهب الطوسي القذر مذهب عباسي كبقية المذاهب السنية التي أسسها العباسيون وهي الموجودة بين عامة المسلمين في زماننا هذا بقي الكثير من الكلام لكن وقت الحلقة انتهى سنكمل غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر